السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحباً بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا حلقة مهمة جداً وفيها الكثير من الحوايج التي نستفيد منهم كان يعني بعض الحلقات التي يكون الأخبار قليلة ولم يوقعوا له وكتكون الحلقة مميلاً بحل الحلقة البارح التي أنا شخصياً لم أتشراضي عليها ولكن كان بعض الحلقات التي تكون فيها بعض المرات تكون فيها أشياء التي هي مهفيدة جداً بحل الحلقة اليوم التي سوف نرى فيها كيفية تشوف في نواصلة طلب الجنسية ديالك خطوة بخطوة سوف نشرح لكم جميع المراحل التي ستلقاهم أن تشوفوا الطلب الجنسية ديالكم وسوف نشرح لكم بزرط النقط في هذا الشيء وهو مهم جداً الناس الذين ستدفعون الناس الذين دافعوا الجنسية كذلك سوف نضعوا على كريزانت الذي من السلوء عن الموجة التالية للفيروس قال اليوم ستكون حتمية وياقين ومؤكدة لا شيء ستكون وليس ستكون ستكون المكتوب لا يحفظنا ولكن أمام الأرقامي صعب أننا نكذبوه لذلك سوف نرى أحوال الجوية في إيطاليا كيف كانت في إيطاليا وكيف كانت في فناتسيا وبرغامو وقد كانت نشرة حديرية حمراء في الكمبانيا واللاتسيا وسوف نرى معلومات مفيدة جداً حول التلقيه وحول الجلبة اليوم الانجليز بدأت الجلبة سوف نجاوبوا على السؤال التي يطرحونه الكثير من الناس اليوم سوف نجلب ما حال هذه المدة خصدوص لكي نقول رانيسا في محمي سوف نعود إلى نقطة الكاشباك ابتداء من دقيقة 18 سوف نتكلموا على الكاشباك ماذا آمن مئة في المئة أو آلف في المئة أو ماذا انتقيقون أو ماذا انتقيقون لأن الكثير من الناس قد طرحت السؤال وثاني شيء سوف نتكلم عليه هو الكثير من الناس قد تقولون ماذا سوف نستفدون لله وكين أخطأ الكثير من ترتاقبه تفرجوا في هذا الفيديو كيف تكون مئة في المئة سوف نستفد لذلك يا إخوان بحال ذي اشكركم على التفاعل بلا لايك والتعاليق تحت الفيديو والناس لا تشاركوا في القناة اشتركوا لكي تصلوا بجديد أخبار إيطاليا إن شاء الله من جديد يا إخوان سوء الأحوال الجوية تكبد إيطاليا خصائر كبيرة بطبيعة الحال سوف نتكلموا على بلديات معزولة سوف نتكلموا على مدينة فيناتسيا فيناتسيا راكين سوف نتكلموا عليه الموزي هذا الموزي الذي يتهز لكي يحمي المدينة من المدى البحر نورمال مانتي هذه البرييرة تحمي المدينة ولكن المخدمات سوف نشرحه أول شيء سوف نبدأ ببطبيعة الحال هي فيناتسيا فيناتسيا كما قلنا الموزي لا يعمل لأنه سوف يكون المدى البحر ولكن لا يطلعش بزاف العكس الذي يقعه هو أنه وصل 122 سنتيم وخلل المدينة كلها تقريبا تغرق وتكلموا اليوم مع المسؤول على الكنيسة التي كانت في السنطر سل ماركو هذه الكنيسة التي تعتبر توراة المدينة وتوراة الإيطاليا غرقات وغرق عليها الماء وكانت أضرار تكون كثيرا إلى المد محبش وللموزي لا يعمل هذا الموزي كان في نقطة متعددة ولكن لا يعمل لا يعمل ويعمل على تنبؤات ولكن تنبؤات لا يمكن أن ينبؤوا بكل شيء لذلك اليوم رأيهم غلطوا والغلط منهم يعني أن المدينة تغرق سأتكلموا على البرغام واحد الكوموني وهو صغير اسمه فاوبولو وهو عالي على المستوى للبحر بـ 1500 متر يطح فيه تج بزاف وعير في هذه الأيام تحت فيه جوجة المتر الذي خلال أنه تقطع عليهم الضوء وكذلك الهاتف وكنت تكلموا على 180 شخص حالياً الطريق الذي توصل إلى هذه البلدية راهم سدودة وهو جريد الفوك وهو الكارابينياري وهو البروتاتيونة والحمد لله من الحجر الصحي الذي خلال أن الناس الذين تبقى إلى هذه المنطقة عير 180 هم الذين سكنوا فيها حيث كان بأعوام لذلك السمكان الحجر الصحي الأول الناس الذين ستكون في فاوبولو من أجل الاستجمام ومن أجل السياحة يكونوا الآلاف والآلاف حيث الحجر الصحي ومنطقة برتقالية في اللومباردية لا يمكنهم أن يدوزونها كنت تكلمون كذلك على الفيوم التافري الذي كان في روما كان ريسك أنه يطلع ويفيد على المدينة لذلك البروتاتيوني تشيفيلو في جديد الفوكو مشاوح يدقون الناس الذين تكون ساكنوا في الجباب كنت تكلمون عن ناس المشرادين وحتفلات يا إخوان غدارة يعني نشرة تحذيرية حمراء فيما يخص الكامبانيا الكامبانية يا إخوان في هذه 24 ساعة القادمة نشرة تحذيرية حمراء كنت تكلمون على أنه بزفت الويداني قدروا يفيضو وغطي حشة بكثرة لذلك في الكامبانيا في بعض المناطق عندهم يعني نشرة تحذيرية برتقالية وبعض المناطق لفها نشرة تحذيرية التي هي حمراء من المتوقع أنه في الساعات القادمة ستكون الشبزة والبرق والرعد وكذلك الريح كثيرة نتمنى وخير والله يحفظ جميع الناس يا إخوان المعظم هذا البروفيسور البارح دار واحد لقاء صحفي في برنامج وقال بزفت الحويج وقال لكم أهمها في الآخر دي لقاء الصحفي الصحفي اللي كانت معا قالت لي سؤال واش انتك تتوقع أنه ستكون الموجة ثالثة للفيروس في إيطاليا قال لي على حسب الأرقام اللي عندنا ما كيش حتى المجال للتوقعات راه لا حسم ستكون مرحلة ثالثة أو موجة ثالثة للفيروس علاج حتى الأرقام اللي كينا حاليا راهاء كتأكد بالله أنه قد تكون موجة ما غاديش نهربه منها بطبيعة حال الواحد كيتمنى أنه اللي نجي من هذا الفيروس اللي نجي من الموجة الثالثة ولكن يا إخوان حقيقة الأمر وحقيقة الأرقام راه صعيم أننا نكذبوها كريزانتي تتكلم على الأرقام اللي سجلت إيطاليا البارح البارح كيف مش فينا يا إخوان إيطاليا سجلت 13,720 حالة يعني 13,000 حالة ما كنت سجلوهاش هذه تقريبا أشهر وقال لي ما هذا الرقم سجلناه بفضل التحاليل كانت ناقصة بزاف واذكرت لكم بالله أنه التحاليل اللي درنا البارح كانت 11,000 ومن 19 في شهر عشرة اللي داز ما درناش تحاليل ناقصة حال ما هو كيف لذلك على حساب كريزانتي إخوان لقينا 13,000 شخص حيث التحاليل اللي درنا قليلة وقدرنا التحاليل كيف ما متعودين أننا نديرو يعني نديرو 250,000 تحليل لكننا قلقوا 28,000 شخص كيف ما العادة لذلك على حساب كريزانتي خاصة نبقى هذا الرسم حسب العدد تحاليل حاجة خلال اللي أكد عليها هو أنه اللومباردية درس منطقة حمراء وكانت القويود عليها وهذا القويود اعطت لمنفعة ديالها ما هي هذه المنفعة؟ هو أنه الفيروس مبقىش كدور بزاف في حين أنه الفانيتو كان ديما منطقة صفراء والحالات فيها حاليا كترتافع وكيف ماشفنا البارح الجهة التي تسجل حالات أكثر هي الفانيتو وصراحة الرغادة وكترتافع الحالة في الفانيتو قال بل أنه هذا السيستام الذي يأخذوه لكي تسدوا المناطق ويفتحوها لا تعمل بشيء غير كافي أنك تعتمد على الصحة وش مزيان الفانيتو فيها الصحة مزيانة ولكن كانت منطقة صفراء وخلنت الناس تخرج وهذا ما يعود الفيروس في الانتيشار لذلك على حسابه يجب أن ترى هذا السيستام لكي نعرفه لأنه يجب أن نحافظه على الصحة المواطنين ونحافظه على الاقتصاد لأننا يجب أن نأخذه لأنه يكون الوسط لا بين الأمرين لا بين الاقتصاد ولا بين الصحة المواطنين وحتى حاكم الفانيتو يعرف أنه ينخطر بثاف المنطقة البارح سوف تسجلون السكان وقال لهم لأنهم لا تبقوا تزاحموا هذا المنطقة الصفراء وليس لنا مدى الحياة يعني ربما قدروا نطلعوا الارانتشونه ربما يكون عد نقويض علاج حيث نهار السبت سجلت الـ 1000 و 600 حالة ونهار اللي من بعده سجلت الـ 1400 حالة وحتى يعني لالرتي اللي هو معدل تكاتور الفيروس سيصل لهم الـ 1.13 اللي يجعل الفانيتو هي في الصف الأول لترتيب المناطق اللي في إيطاليا يعني أكثر منطقة في إيطاليا عندها لالرتي طالع بزاف في حاجة أخر وليه أخير قلب لأنه ومن خلوش أننا نفتح المدارس كيف موقع لنا في السابق للفتح المدارس والرجوع للعمل والعدم الإحتياط خلى أنه الفيروس يعود ينتشر في البلاد لذلك رأى متخوف أنه مننا غير رجعوا التلاميذ في النهار السبعة في شهر واحد الماجي متخوف أنه ترجع ثاني العدوى ويرجع ثاني الفيروس منتشر بزاف والحد السعراء هم باقنا يتناقشوا لشنا هو السيستم للرجعوي التلاميذ حيث لا يمكن لك أنك ترجع تلاميذ في البرد الموسم الذي ينتشر فيه الفيروس بسهولة وسوف ترجعهم كلهم مئة واحد في الطوبي لذلك يجب أن يلقوا حلول قبل الدخول المدرسي أو أنه الدخول للمدرسة سيشكل خطر على المجتمع الإيطالي من أكثر الطلابات التي نتوصل بها مؤخرا في التعاليق على الفيديوهات هو كيف ندخل نقلب على الجنسية التي نواصل يعني الكثير من الناس لذلك في هذا الفيديو سأريكم خطوة بشرح مبسط وبطريقة سهلة كيف تدخل و تقلبوا على الجنسية في الواصلة و سنحاول نشرح لكم المراحل و كل مرحلة لذلك فيديو مهم جدا أول شيء ستحتاجون سبيد الناس الذين لا لديهم سبيد ستكتب كيف ندر سبيد و ستجد الفيديو ستشرح لكم بطريقة سهلة كيف تأخذوا سبيد و في خمسة دقائق الحاجة الثانية ستحتاج الورقة التي أعطيتكم بريفيتورة و التي يكتب فيها كود لذلك أول شيء ستكتب تكتب في جوجل لا تخافوا إذا كنت تقلق في جوجل ستصحح لكم وأول شيء ستكتب في هذه الأول ثانية المكتب في كونسولتا براتيكا يعني شوف كيف تكتب في الوصلات كونسولتا براتيكا و ستدخل الصفحة أو إذا كنت تدخل ستدخل و ستبق كونسولتا براتيكا في جوجل كونسولتا براتيكا و ستدخل و ستدخل هذا الرابط نولاوسطلافورو.dlci.internu.is.ministero.index و ستدخل ستدخل سوف نحيضها و سأضع إنترا كونسولتا ستدخل إنترا كونسولتا ستضع ستخسار ستدخل ستدخل أخرى ستدخل 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 لحد الساعة هذا الشراء سهل جدا لا يستطيع أن تفتح لكم ستدخل 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 من بعد ستدخل و ستدخل و مني ستدخل لك ستدخل لك أولا إذا أردت لك ستدخل وصل من 10 إلى 12 نهار 2 أو 4 نهار 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 هذا و هذا يجب أن تحصل لك فكس هذا و هذا يجب أن تقاتل لك إذا أردت المنطقة من المنطقة لك و هذا هو هذا أول أما ستدخل أردت و بعد لك ستدخل عندما لك ستدخل ستدخل إلى موضوع و أولا إذا كنت تدخل عن طريق ستجد هنا و إذا كنت تدخل ستدخل في موضوع ستدخل تدخل ويمكنوا تقومون بتاريخ الاسدية وكونوا تصدرون المداخلين سوف تنجح الاتبولوجيا وبعض كابة البحثية ويقومون بتقومون بزيارة. وسوف تنجح الى الارقام قليلة سوف تنجح البرفيتورة مدينة وتنجح الاتبالية ومن بعد تنجح الاتبالة ثم سوف تنجح الاتبال وكتنبت الشارع الماندا من بعد تدخل السابعة سيتم إيجاد إذا لم أتحرقها لكن هناك أتهازات كل شيء مزيان سيتم تلقيها سيتم تدخل الماندا بعد T-T-T تقول لكم مرحل المرحلة الأولى الثالثة تحت السابعة وما سيتم إخوانا في الأهم أنها تكون المرحلة الأول و الثانية التي ستعتبر تلك المرحلة الأول والثانية وغالباً هذه المرحلة الأول والثانية تدوس في المدينة المدينة التي تفعلها ويدفقها منك تصل إلى المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة كنت تتكلم عن أنه البراتيكا لها في روما يعني البراتيكا تتخدم حالياً في روما لأنها تأكدت من أن الوراق مزيانين وكل شيء ستساوم روما في المرحلة الثالثة يعني كيقول لكم بلا أنه مرخضوا الوراق يعني ذلك الوراق لسابتانين بروفيتورات باش يعني يشوفوا الإجراءات التي غايدروا من بعد في المرحلة الرابعة كيقول لك أن أخذنا جميع الأوراق و هذا حالياً سأخدم على التقييم يعني ديال الثماندا ديالك وش مزيان ولم مزياناً في المرحلة الخامسة كيقول لك أن هوا الإجراءات اللي متعلقة بالدوماندا ديالك سالات وحالياً راهم دفعوا الدوماندا ديالك لها هي قايت اللي تشوف لك المراحل القادمة في المرحلة السادسة إلا كانت يعني يعدك الأمور مزيانة كيقول لك بلا أنه تحقيق رأسالة إيجابياً وبلا أنهم را properties ذلك الدروعة الجنسية ولكن سنساكل في الخارج سوف يسيفطوها في المرحلة السابعة يقول لك بلا انه يعني يرى البراتيكة ساليت او غادي تصل بك البرفيتورة او القنصلية اش كي يقع في هاد المرحلة من بعد في المرحلة التامنة هو انه بعد المرات انت خصك هتش عالي حسب المناطق اخوان انت خصك تبشي البرفيتورة تاخذ يعني الوراق دي الجنسي وتدام البلدية وغادي تحدد ام تدير الجورامينتو او انه البرفيتورة كتسافطة ديريكتو مو لسين تكو يعني البلدية وهو كسافط لك براولك عايت لك باش يعني يدير الجورامينتو وفي هاد المرحلة اخوان را على حسب كينما ندخلك تدير فها صيمانة جوج وكينما ندخلك تدير فها حتعم وهاد المرحل كلهم شحال دير المرحلة غادي تطلب المرحلة الاولى والتانية والتانية الاخوان راه على حساب كل بلاسة وشحال ديال الوقت كيتطلب فيها وعلى حساب ام تدفعته اللي دافع قبل شهر عشرة راه غادي تطلب لي المرحلة 4 سنين علاش حيت كان القانون ديال السالفيني والناس اللي دفعت القبل القانون ديال السالفيني رحتهم ماي 4 سنين علاش حيت القانون اللي دار السالفيني قال يمشوفوا هاد القانون اللي غندي اكتبها في قانون بحلمة وكيا راه ريتروات تيفو يعني كيتطبق على الناس اللي غندي ادفع من المرأة انه ميخرج هذا القانون وغيتطبق حتي على الناس اللي كانت دافع قبل يعني غيتطبق على كل شي في حين لمور جاسي من لدرس هذا القانون قلت لي هاد القانون غيتطبق عرع لناس اللي غندي ادفع من وراء شهر عشرة يعني لك تدافع من وراء شهر عشرة عندك 3 سنين وحاليا راه بقى في البرلا مانهار تسعود ان شاء الله غيصوته الى دخل القانون جديد حيث تنفيض غيرو عامين يعني اللي غيدفعه من وراء ما غيدخل القانون جديد حيث تنفيض غيرو اللي عندهم عامين لذاك يا اخوان رأي على حساب القوانين وعلى حساب ام تدفعته وعلى حساب يعني كل بروفيتورة والخدمة ديالها والنقطة الاخيرة اللي انسيتم اقول لكم يا اخوان هو انهم اللي غتدخلوا تقلبوا وشوفوا الجنسي في الواسطين رأي لا بد ما تلقوا جملة من هاد الجمل اللي هنا هي المكتوبة غتلقوا يا هاد الجملة يا هادي هي هادي يا هادي يعني كلهم غتلقوا مكتوبون هاد الجمل لذلك غتشوف الجملة اللي عندك غتدخل تشوف اناهية في هاد الجمل اللي مكتوبة واشترب عولة الخمسة ولستة وتصنط الفيديو غتعرف الشرح فين واصلة الجنسية عندك رسميا اخوان يوم في الصباح بدت الحملة دي تلقيح في بريطانيا العظمى كنت تكلموا عن الانجليز واول مرة اللي غتجلب هي امرأة من ايرلاندا الشمالية واللي عندها 90 سنة واللي في الايام القادمة غتكمل 91 جلبات قدام رئيس الوزارة بوريس جونسون وكيقولوا الصحفيين بلا انها اول مرة غتجلب بالجلبة دي الفايتزر صحفيا يمكنني لا نقولوا هاد العنوان ولكن ينجي نشوفوا في الواقع رأى اول وحدين جلبوا هم الناس لدار التجارب السريرية بطبيعة الحالي اخوان في الصمانة هذي اللي دازلت رحتها روسيا بدت الحملة دي تلقيح دياله المغرب حتى هو غايب ده والمالك اليوم اكيعلن انه الجلبة غتكون رسميا فابر الناس جميعا اللي غايجلبوا هاد المرأة يا اخوان جلباتوا كيفما قدلكم عنده 91 سنة قربت ديرها قالت بلا انه احسن كاذو غتتسلموا هو هذا علاج حتى يبدداء من السنة القادمة غتقولي تقدر تشوف الأصدقاء ديالها ولادها الأحفاد ديالها ومغتتقاش خايفة بطبيعة الحال تساؤل يطرحوا بزاة ديال الناس ايمتا هذو كل الناس اللي غايجلبوا يمكنني انهم يقولوا صافرهم محمين يعني حزب طبيعة الحل ماشي النهار اللي غتجلب الغد لي غتقول راني محمي مئة في المئة وميمكنش لي أن نين نخد العدوى كين واحد الفترة الزمنية اللي خصكم تحتارموها وخصكم يعني تبقوا واخد الحتيات ديالكم شحال هي فهذا المقال كيتكلموا عين على الجلبة ديال فايزر وكيقولوا بلا أنه ابتداء من العشرية باللولى اللي كتتاخد فيها الجرعة الأولى ركينا واحد الحماية اللي هي مزيانة ولكن علميا ولحسب جميع العلماء رأى جميع الجلبات들을 الحسابة بل لذلك بلحث تكون عندك الحماية ممتازة خاصة تسنسة على الاقل وب hottie اللي هي مميتيج التي تنتهي ومن ثم بين جرعة الأولى وجراعات الثانية تقريبا هذه من الزمن فايزر لمية فايزر ثلاثة سيمانات وي��يو الأسترة زينيكا و alternatingة فيها لذلك نتكلم على 41 يوم خاصتك تأخذ فالحتيات ديالك قبل ما تقول انك ركم حمي وليوم في الصباح يا اخوان الشركة او الهيئة الصحية الامريكية جامعة خرجت واحد تحليل مفصل كتقول بلا انه الجلبي ديال فايتزر رها ممتازة وبلا انها رك تحمي وما عندهاش اعراض جانبية خطيرة بطبيعة حال رغادي تكون عنده شيء اعراض جانبية اللي هي قليلة بحل ما تندر كتفك شوية او لانه يدرك راسك واحد شوية ولا تحس بالسخانة يعني اعراض اللي هي عادية ولكن رك تتذكرك اعراض محتملة لذلك اخوان نهار الخميس الهيئة ديال الادوية في امريكا غتقرر واش تتعطي الرخصة الفايتزر ولما تعطيهاش لها باش يبدوا يجلبون الناس في امريكا ولكن راه مية في المية وعلى حسب حساب التحليل الاخرج اليوم رغا يعطيهم الرخصة حاجة اخرى مهمة يا اخوان هو انه كيف مقنة الجلبة ديال فايتزر كيقولوا بلا انه غادي تحمي ال95 في المئة هاد شك يعني انه الناس اللي غا تجلب واحد خمسة في المئة ديال هاد النا فايتزر كيقولوا بلا تجلبوا الناس يعني يقدروا يتعادى وستسو خبسك olması لانه الجلبة ديال الزوكام الفعالية ديالها را تتراوح ما بين 40 حتى 60 في المئة يعني فاش كجلب را كانوا واحد لكمية كبيرة ديال الناس لها ديال الناس لين هاد شك Rivera يدير ليل موالو يعني مات تحميه همش من الزوكام ولكن مع ذلك الدول العالم كتجلب الناس ضد الزوكام هاد شك تكلموا على 40 حتى 60 في المئة في حين انه هاد سوارة كيقولوا بلا تحمي الناس لديها تحمي الناس لين هاد شك وخيت عادة وما غير مرضوش بطريقة خيبة بزاف حيث الأبحاث الذين دارت فايزر هذو كثمانية الناس والأسبعة الناس الذين مرضو في التجارب السريرية الحالة ديالهم مصعبة يعني ما شيء بشاو الإنعاش ولا الحالة ديال المتكرفسات المهم مرضوه ولكن ممرضوش بطريقة خيبة نفس الشيء يطرم عجل بديد الزوكم وخي يعني الفعالي دياله مكبيرة بزاف ولكن الناس اللي كتديرها وكتمرد ما كتمردش مرضى خيبة يوم يا إخوان كنت نطلق رسميا لعملية الكاشباك ولكن يبقى من المستحيل أنه يستفد منه شخص عليش حيث الابليكاتيوني تطبيق لا يخدمها مخدمش هذي يومين وحتى اليوم يا إخوان نرى من المستحيل تقريبا أنك تدخل لكارديالك بزافة الناس حاولت أنها تتقييد و بزافة الناس يعني كتكتب لها كاشباك أطيبو ومعرفتش رأسه وسط قدر تستفد هلنجوب على هذه الأسئلة ولكن أول سؤال نرى من يومين هذي ثلاثة أيام قبل أن يدخل حيث نفيد الكاشباك الكثير من الناس تسأل ماذا آمينة أو غير آمينة هذا التطبيق هذا التطبيق من الدولة من الدولة التي لا تخافوا منه أمين مئة في المئة حاجة أنك تدخل لها تدخل لها كارت تدخل لها كارت وحاجة يجي عندك شي صدق ويقول لك تتطبيق فلاني أجي يدخل لها المعلومات الشخصية فهذه الحالة لا تتقيق أما فيما يخص التطبيق أمين ألف في المئة لذلك لا تخافوش على كارتات في حال أنه ليبان لا تدخلوا شي حاجة لا تدخلوا لأرقام سرية لا تدخل حاجة لا تدخل حاجة وهذه النقطة اوضحناها جيدة لذلك لا تدخل حاجة منه ثاني حاجة نستطيع أن أكد لكم بأن هذا التطبيق 10% ستستفيد منه حتى من ستدخل لسانه أو المزوط مثلا وهو حاجة مزيانة و سيكون التطبيق في جميع الأشياء التي تخلصوها بلا كارت أول حاجة التي سنبدأ بها هو أنه من البارح اليوم الكثير من الناس أعطت لي وشتقيت وصفته قلت لكم وصفته ومشي لذلك حتى أحد شخصي لم يكن لا تدخل كارت لماذا؟ البلوكرا هناك وشركة او تقوم بعمل خرجت نسخة جديدة لذلك وعندما تكتب ونحن نتجل ونسخة جديدة ما هي مغدرة ودخل من الأساة ونسخة يجب مغدرة ونسخة صفحة الموكاي. مني سوف أطلع على الصفحة من الصفحة الموكايات. سوف تضع على الصفحة الموكايات. قد تضع علىه. اتجن جميع الأطلاق علىها. ونزل على كسبة حمراء وتصبح تقريبا. ادخلوا افضل بحثات الخير مني سوف أدخل صفحة بهذه مني بسيارة قنونة ينطب كارت كارت أضع أصلا .. من بعد يا إخوان اكثر سوف أدخل صفحة بهذه حياته يتأكدون المعلومت في هذا الحال يفعلون ويأخذون لكم سانتيم من جوش سانتيم من جوش يعني لا يأخذون لكم سانتيم من جوش ويأخذون من جوش سانتيم من جوش ستأكدون لأنه كارت خدامة ومعها مزيدة ويتقيد في السيستم المشكلة هو أنه حاليا غير ممكن أن تقيد لماذا؟ لأن تطلع لك صورة بحال هذه تطلع لك صورة بحال هذه تقول لك كوزين داتو ستورت إذا لم يكن شيئا لم يمشى شيئا لذلك ربما تصل لك واحد الإيميل صراحة لم تستفدوا إيميل لتشي حاجة يا إخوان عارب لما تقلبوا الإيميل لكم يعني بخلاصة العبارة يا إخواني لما قدرتوا دخلوا لا كارت وما قالوا لكم أوكي على لا كارت ديالكم ربما لم تستفدوا وصراحة هذا رعيب من الحكومة أنها تدير واحد الابليكاتسيوني وجيب واحدة النهار الأخر يعني هم عارفوا الرئيسون غير تجربة قبل أن نهار واحد وشهر واحد وجاء وخلاء واحدة لدابة ستنطلق نهار ثمانية وفتحوا نهار سبعة تقياد راشي حواجي لا يتقابلوا على الأقل واحد الشهر قبل كيف مدرتف اللوترية يعني نقر عدية ستكون ترينويت شهر هذا فتحت الناس تقييد الناس بدأت تقييد بشوي وشوي ما تجيشت لنهار اللي قبل تقولوني مدخلوا تقييدون لكي لا تستفدوا رابط طبيعية الحال العمليا لا يستتم بما يخص الحالة الوبائية في إيطاليا فهي كالآتي في آخر 24 ساعة كنت سجلوا 14842 العدد الوفيات كنت تكلموا على 634 شخص كيتوفوا العدد إجمالي كيفوت 61 ألف وفيات فيما يخص الناس اللي كنتشافه ورهم خمسة وعشرين ألف وكنقربوا من مليون في الطوطال في حين أنه الناس اللي كتلقى العلاج راها كتنقص مقارنة بالأمس اليوم عدنا 737 ألف أي بناقص 11194 مقارنة بالأمس العدد التحليل كيبقى رقم ناقص كنت تكلموا 149 ألف تحليل مقارنة بالأمس اللي كانوا 1111 ألف تحليل والنسبة راها كتنزل كنت سجلوا تقريبا عشرة الناس بوزيتيف في كل مية التحليل كنت نديروا البارح كان 12.3 في حين أنه الناس اللي في إنعاش ينقصه اليوم عدنا التوطال 3345 أي بناقص 37 مقارنة بالأمس في حين أنه الناس اللي في المستشفيات رهم 30 ألف و81 شخص أي بنسبة ناقص 443 مقارنة بالأمس توزيع الحالة حسب الجهات فهو كالأتي لومبردية 1656 البيمونتي 952 الفانيتو 3145 والهضرة الكريزانتي هي هذه ما كانت تشيجيها كتفوت 2000 إلا الفانيتو عدت 3145 كامبانيا 1080 لميليا رومانيا 1624 لاتيو 1501 تسكان 428 سيشيليا 1148 بوليا 915 ليغوريا 266 فريوليفناتسة جوليس 158 ليماركي 293 لابروتس 312 بولتسانو 79 لومبريا 135 سردينيا 236 كالابريا 155 ترانتو 149 البازيليكاتا 59 والفالي داوستا 18 في حين الموليزيك تسجل 43 حالة فيما يخص المغرب في آخر 24 ساعة الحمد لله يومين متتاليين الرقم كنقص اليوم كنسجل 2900 حالة العدد الإجمالي 384 في حين الناس التي يتم الاستبعاد المرام 14000 شخص والناس التي تشاف في آخر 24 ساعة كنت تكلم على 3450 العدد الإجمالي كولي 337000 والناس التي توفى 50 شخص لله يرحمون العدد الإجمالي يفوت 6300 شخص في حين أنه توزيع الحالات حسب الجهات فوقل آتي الضرب يدستات 1317 رباط سلاق 470 طانجتي طوال 251 سوس مائس 299 مراكش أس 190 الشرق 148 كولمي مواد 98 بني ملار خنوية 69 فاس مكن 62 العيون الساقي الحمر 40 درعة 30 ودخل وداها بسبعة الحالات بهذا يخوان كنت وصلنا لآخر الحلقة أتصلا وفريوزكم وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله